أزمة تمويل المشاريع السكنية التي حصلت في عهد وزير المالية السابق حاج باب عمي تكون قد انتهت بعد استفادة وزارة السكن من مبلغ 329 مليار دينار جزائرية نظر اتفاقية مبرمة مع القرض الشعبية الجزائرية هذا المبلغ المهم الذي يقضي بتمويل 120 ألف وحدة سكنية بصغة عدل يعكس وفرة الأموال المخصصة لقطاع السكن لكن يرفع تساؤلات حول الخلفيات التي أدت بوزير المالية السابقة لوقف تمويل المشاريع السكنية فكادت أزمة التمويل أن تعصف بقطاع السكن عبر 48 ولاية كما بعثت الشك في نفوس المكتتبين الدعم المالي الذي استفادت منه وزارة السكن يعكس الأولوية القصوى التي سيحظى بها القطاع في الحكومة الجديدة هذه الأولوية يكون قد رفعها الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي كان وزيرا للسكن صلاحية تبون تكون أوسع في تحصيل الدعم المالي للمشاريع السكنية وبالتالي تفادي الحديث عن أزمة التمويل وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أكد الخميس عقب التوقيع على الاتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري أكد أنه سيشرع في إنجاز البرنامج السكنية مباشرة بعد شهر رمضان على أن يمتد بين 12 و 18 شهرا ولضمان تقدم الإنجاز وتفادي التأخير الذي مس بعض المشاريع السكنية يؤكد الوزير أنه تم تسديد الديون المترتبة تجاه مقاولات الإنجاز باستثناء مستحقات شهر جوان التي ستسدد قريبا بحسب الوزير ترجمة نانسي قنقر